اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد وزير الأوقاف عرض خلال الاجتماع مستجدات برامج تأهيل وتدريب الآئمة الجدد التي تتم بغرض تأهيلهم دعويا وعلميا وثقافيا على يد نغبة من كبار المتخصصين في مجالات علوم الدين والدراسات الإنسانية والاجتماعية والثقافية وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بمواصلة تلك الجهود على نحو مستدام بهدف الصقل المستمر لخبرات الآئمة وتعزيز قدرتهم على مواكبة قضايا العصر على نحو معتدل ومستنير وفقا لصحيح الدين الإسلامي الحنيف كما تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لخطة وزارة الأوقاف لإفاد الآئمة وقراء القرآن الكريم إلى مختلف دول العالم خلال شهر رمضان الكريم في ضوء دور مصر الريادي في هذا المجال وقد وجه السيد الرئيس بانتقاء أفضل العناصر من الآئمة والقراء وإعدادهم بصورة متميزة قبل سفرهم للخارج بما يسهم في أداء رسالتهم على الوجه الأكمل كما اطلع السيد الرئيس أيضا على جهود وزارة الأوقاف للإعداد لمؤتمرها الدولي الذي سيركز على مناقشة دور الوسائل الإلكترونية الحديثة في الخطاب الديني في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي في مختلف المجالات وعرض الدكتور محمد مختار جمعة كذلك مستجدات تطور إرادات هيئة الأوقاف التي تتنمى بشكل ملحوظ ومستمر في ضوء توجهات السيد الرئيس المستديمة بصون وحسن استثمار أصول الأوقاف بما يحقق الصالح العام